السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم سيكون التمثيل البياني للدوال وهو الدرس الأخير للوحدة الثالثة فكرة الدرس أمثل البيانات للتوضيح على المستوى الإحداثي المفردات المعادلات الخطية وسبب تسميتها بالمعادلات الخطية إذا أعطيت دالة فإن الأزواج المرتبة على الصيغة مدخلة فاصلة مخرجة طبعا المدخلات هي تكون السين تكون السين والمخرجات تكون الصاد أو سين فاصلة صاد بهذا الشكل تزودك بمعلومات مهمة عن الدالة وعند تعيين هذه الأزواج المرتبة على المستوى الإحداثي فإنها تشكل جزءا من التمثيل البياني للدالة يتكون التمثيل البياني للدالة من النقاط على المستوى الإحداثي والتي تناظر جميع الأزواج المرتبة على الصيغة مدخلة فاصلة مخرجة ناخد مثال من واقع الحياة درجات الحرارة عندي درجات الحرارة المدخلات والمخرجات درجة بالسيليسيوس ودرجة الثانية بالفيرينهايت نشوف الآن درجات المدخلة 15-15-20-15-30 هذه الدرجات المدخلة الدرجات المخرجة 41, 50, 59, 68, 77, 86 المدخلات هي تمثل سين تكون على المحور الأفقي والمخرجات تمثل الصاد وتكون على المحور الصادي تكون بهذا الشكل في الربع الأول نحتاج إلى هذا الجزء في التمثيل بهذا الشكل هنا بيكون عندي سين وهنا قيم صاد حتى لو كانت كبيرة ناخذ المربع الواحد يساوي 5 في هذا الشكل 5, 10 إلا لين نوصل إلى وين إلى 30, 15 وهكذا أيضا في الجانب الآخر عندي أكبر عدد هو 86 يعني راح ناخذ كل مربع يساوي كم 10, 10, 20 على حسب المدى أو المجال اللي أقدر أخذه ممكن طالب يأخذ له كل مربع خمسة فعلى حسب الاحتياج لين نوصل إلى القيمة 90 فناخذ 15 في السينات وناخذ مقدار الفترة 10 كل مربع يكون 10 بالنسبة للصادات وراح نوصل نشوف هذه الأزواج هذه طبعا الخمسة الخمسة والواحد واربعين هذا زوج مرتب هذا نسميه مدخلة وهذا نسميه مخرجة نشوفهم الآن على التمثيل للبياني كيف بيكون شكلهم هذا هو الشكل نوثل الأزواج المرتبة خمسة واحد واربعين مثل ما هي في الجدول 10 مع الخمسين 15 مع التسعة وخمسين 20 مع الثمانية وستين 25 مع السبعة وسبعين الثلاثين مع الستة وثمانية هو طبعا ما أخذ خمسة هنا طبعا أخذ المقدار يساوي يشوف اثنين هنا كل مربع اثنين أخذه بهذا الشكل اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة اطناعش وهكذا طبعا إلى الثلاثين أخذ المدخلات 22 ثم أخذ المخرجات عشرة مثل ما اقترحنا في البداية عشر عشرين ثلاثين إلى التسعين فالآن يمثل مثلا هنا عندي الخمسة بين الستة والأربعة تقع الخمسة هذه هي الخمسة مع الواحد واربعين الواحد واربعين يكون في هذا المكان فهذا التمثيل الزوج الأول هذا الزوج الأول خمسة وواحد واربعين بهذا الشكل وهكذا الباقي لابد هذه النقاط أن تقع على مستقيم واحد ولهذا نسميها خطية هذه النقاط إذا نوصلها ستصبح خط واحد ولهذا نسميها معادلات خطية لأن كل النقاط الممثلة تقع على نفس المستقيم إن حل معادلة بمتغيرين يتكون من عددين لكل متغير عدد بحيث يجعلان المعادلة صحيحة ويكتب الحل على شكل زوج مرتب سين فاصلة صاد مثال تمثيل حلول المعادلات الخطية بيانيا مثل بيانيا المعادلة الخطية التالية صاد يساوي 2 سين زائد واحد كيف نمثل هذه المعادلة؟ في البداية طبعا رح نختار نقاط إلى القيمة سين صاد هذه تمثل المخرجات المخرجات دائما والسين المدخلات السين دائما نسميها المدخلات العناصر السين هي المدخلات ونحن لنختارها اختر أي أربع قيم للمدخلات سين والتكون 2-1-0-1 ثم عوض عن قيم سين لتجد المخرجات صاد احنا رح ناخذ في كل الأمثلة أو تقريبا الأمثلة التي تحتمل الأرقام الموجبة والسالبة رح ناخذ فيها هذه الأرقام 2-1-0-1 وقد أحد الطلاب ياخذ 1-2-3-4 طبعا يكفي لحل هذه المعادلات أن نختار قيمتان فقط لكي نرسم له المعادلة الخطيئة بس نحن ناخذ أكثر لإثبات أن هذه النقاط تقع على مستقيم 1-3-4 زي نوالي هذا هذه القيم أنت اللي تختارها أي طالب يقدر يختار قيم مختلفة ممكن بعض الطلاب يختاروا قيم سالبة بعض الطلاب يختاروا قيم موجبة بعض الطلاب موجبة وسالبة والبعض طبعا يختار قيم صغيرة جدا مثل اللي احنا مختارين ليش؟ علشان تكون عندي أسهل في الرسيم إذا اخترنا قيم كبيرة نحتاج إلى أرقام أكبر فاحنا راح نختار في الأمثلة القادمة هذه الأرقام 2-1-0-1 من أدنى دعنا نشوف الآن راح يصير عندي الجدول بهذا الشكل احنا اخترنا هذه القيم إلى السين طبعا هذا الجدول ما في شيء 2-1-0-1 الجزء الثاني العمود الثاني هذا احنا جايبين من هذه المعادلة نفسها هو قال لي أن الصاد تساوي 2 سين زائد واحد هذا أعطاني إياه هو في السؤال فلان راح 2 سين معناها 2 ضرب سين فنضرب 2 احنا اخترنا القيمة الأولى 2 فنقول له 2 ضرب 2 نضرب ثم نجمع 2 ضرب 2 أربعة زائد واحد خمسة إذن الزوج الأول صار عندي 2 من السين ومن الصاد خمسة صار عندي هذا الزوج الأول هذا اللي راح نمثله في المستوى الإحداثي هذا الزوج المرتب ثم راح نعوض مكان السين بواحد 2 ضرب واحد 2 زائد واحد ثلاثة أيضا نعوض بالصفر 2 ضرب صفر أي قيمة أي عدد نضربه في الصفر يطلع صفر 2 ضرب صفر صفر زائد واحد يساوي واحد فيصير عندي الزوج صفر واحد وعندي الزوج الثاني واحد وثلاثة أيضا نضرب في سالب 2 ضرب سالب واحد موجب ضرب سالب يعطيني سالب سالب 2 2 ضرب سالب واحد يعطيني سالب 2 زائد واحد فهذه راح تكون جمع خسران 2 مع ربح واحد يكون خسارة واحد فيصير عندي سالب واحد مع سالب واحد ثم نمثل هذه الأزواج الأربع نمثلها في المستوى الإحداثي نحن طبعا نمثلها على حسب الرسم وإمكانياتها أكبر عدد هو موجود عندي خمسة فنمثل هذا المستوى الأحداث نشوف كيف صورة الأزواج المرتبة التالية هل هي على خط واحد أم لا هذا هو التمثيل نلاحظ هذه الزوج سالب واحد وسالب واحد بيكون في هذا المكان الربع الثالث بيكون عندي صفر واحد يقع على محور الصادات والزوج واحد وثلاثة يقع في الربع الأول وثنين وخمسة أيضا في الربع الأول وطبعا نختار نقطة أخرى هي الثلاثة والسبعة هذه ليست من الجدول اللي كان عندنا تقع على نفس الخط نلاحظ أن هذه النقاط اليوم وصلنا بهذا الخط تقع على مستقيم واحد ولهذا نسميها معاذلات خطية لأن جميع الحلول تقع على نفس هذا المستقيم إذن اثنين وخمسة حل المعادلة واحد وثلاثة حل المعادلة نحن اخترنا الآن من عدنا حددنا نقطة ثلاثة وسبعة هذه حل المعادلة بدون ما نجيبها في الجدول كيف نثبت أن هذا الحل ثلاثة وسبعة حل هذه المعادلة دعنا نشوف الآن كيف نثبت أن الثلاثة والسبعة حل لهذه الدالة لاحظ أن النقاط الأربع في الرسم البياني تقع على استقامة واحدة لهذا فجميع النقاط الواقعة على الخط المستقيم المار بهذه النقاط الأربع تمثل حلولا للمعادلة صاد يساوي 2 سين زائد واحد النقطة التي اخترناها ثلاثة وسبعة تقع على نفس الخط ولهذا فهي أيضا حل المعادلة دعنا نرى الآن الإثبات نعوض مكان الصاد والسين النقطة بهذا الشكل هي ثلاثة وسبعة قلنا حل المعادلة دعنا نعوضها في نفس الدالة مكان الصاد نعوض كم سبعة مكان السين ثلاثة نصير عندي على اليمين سبعة نشوف هل على اليسار سبعة أم لا 2 ضرب ثلاثة 6 زائد واحد يساوي سبعة إذن الطرفان متساويان إذن الثلاثة والسبعة حل لهذه الدالة إذن ثلاثة فاصلة سبعة هي حل للمعادلة صاد يساوي 2 سين زائد واحد وتسمى مثل هذه المعادلة معادلة خطية لأنها تمثل بيانيا بخط مستقيم إذن سميها معادلة خطية لأنها تمثل بيانيا بخط مستقيم تحقق من فهمك مثل بيانيا كل من المعادلات التالية باع صاد يساوي سين ناقص ثلاثة وعندي جيم صاد يساوي سالب ثلاثة سين يعني سالب ثلاثة ضرب سين وعندي صاد يساوي سالب ثلاثة سين زائد اثنين في البداية طبعا راح نختار نقاط النقاط اللي اتفقنا عليها اثنين واحد صفر سالب واحد للمتغير سين المدخلات احنا راح نختارها شوف المثال الأول صاد يساوي ثلاثة ناقص سين ناقص ثلاثة في البداية نكون الجدول هذا هو الجدول القيم اللي نختارها هي ثنين واحد صفر سالب واحد هذه اختيارية ثم راح نطبق عليها القاعدة القاعدة سين ناقص ثلاثة يعني راح نشيل هنا ثنين ناقص ثلاثة سالب واحد ويتكون عندي الزوج الأول ثنين وسالب واحد هذا هو الزوج الأول اللي راح نمثله في المستوى الاحداثي ثم نعوض عن السين في القاعدة بواحد هذا هو مكان السين واحد واحد ناقص ثلاثة سالب اثنين صار عندي اثنين وسالب اثنين هو الزوج الثاني ثم نقول لها صفر ناقص ثلاثة أيضا بالتعويض في هذه القاعدة يصير عندي سالب ثلاثة ثم نعوض مكان السين بسالب واحد سالب واحد مع سالب ثلاثة سالب أربعة إذن يكون عندي زوج سالب واحد وسالب أربعة نمثلها الآن راح نلاحظ في التمثيل بيكونوا على نفس المستقيم ولهذا نسميها معادلة خطية إذن هنا بيكون عندي الزوج الأول اثنين وسالب واحد هذه هي النقطة اثنين وسالب واحد هنا عندي الموجب هنا عندي السالب للتذكير فوق في الأعلى موجب الصاد وهنا صاد وين؟ السالب بهذا الشكل احنا نبدأ من نقطة الأصل هذا عندي مثلا كيف نمثل هذا واحد وسالب اثنين في البداية نتحرك من نقطة الأصل إلى اليمين خطوة ثم خطوتين إلى الأسفل يصير عندي في هذا المكان وأيضا كذلك له صفر هذا عندي صفر وسالب ثلاثة هذه هي النقطة وعندي في الأخير سالب واحد سالب الواحد نتحرك إلى اليسار ثم سالب أربع خطوات إلى الأسفل في هذا المكان نلاحظ النقاط الأربع على نفس المستقيم ولهذا نسميها معادلة خطية ولو اخترنا أي نقطة من أدنى على هذا المستقيم مثلا هذه النقطة بهذا الشكل من أدنى راح نشوفها تحقق المعادلة صاد يساوي سين ناقص ثلاثة نشوف المعادلة جيم صاد يساوي سالب ثلاثة سين سالب ثلاثة سين يعني سالب ثلاثة ضرب سين شوف الجدول في البداية اخترنا طبعا هذه النقاط مثل الأمثلة السابقة اثنين واحد صفر سالب واحد ثم نقوم بضرب هذه الأعداد في سالب ثلاثة شوفوا سالب ثلاثة هذا هو سالب ثلاثة نضربه في الأرقام اللي اخترناها سالب في موجب يعطيني سالب ثلاثة في اثنين ستة سالب ثلاثة في موجب واحد سالب ثلاثة عندي سالب ثلاثة ضرب صفور أي شيء في صفور يطلع الناتج صفور سالب ثلاثة ضرب سالب واحد سالب في سالب يعطيني موجب فبصور عندي ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة تكون عندي هذه الأزواج نمثل هذه الأزواج نحدد النقاط الأربع ثم نوصلها بخط مستقيم لو طلع عندي أن الخط هذا ليس مستقيم يعني النقاط في أحد النقاط ما تقع على هذا المستقيم يعني هذه النقطة ليس حلا لهذه الدال نشوف النقاط هذه النقاط الأربع مثل ما هي واضحة في الشكل عندي اللي هو سالب ثلاثة هذه هي سالب ثلاثة سالب واحد وثلاثة اللي في الأخير هذه وعندي النقطة صفور صفور نقطة الأصل وعندي النقطة واحد وسالب ثلاثة في هذا المكان وعندي اثنين وسالب ستة في الربع الرابع هذه النقاط تقع على مستقيم واحد ولهذا نسميها المعادلة معادلة خطية لأن جميع الحلول تقع على هذا المستقيم نشوف الآن دال دال عندي صاد يساوي سالب ثلاثة سين يعني سالب ثلاثة ضرب سين مع إضافة الرقم اثنين زائد اثنين أيضا نكون جدول نختار فيه نقاط السين مثل ما اخترناها قبل اثنين واحد صفر سالب واحد هذه هي النقاط ثم نعوضها مكان السين بهذا الشكل نقول لها طبعا هنا فيه طبعا عندي خطأ نضيفة الآن نعادلة في الجدول سالب ثلاثة ضرب اثنين ويساوي سالب ستة طبعا هنا زائد اثنين زائد اثنين يعني بهذا الشكل زائد اثنين يساوي يساوي سالب أربعة بيكون بهذا الشكل سالب أربعة اذا هنا مكان له الستة بيكون سالب أربعة ايضا عندي هنا لانه هو ضرب فقط في سالب ثلاثة احنا نضيف الاثنين الآن سالب ثلاثة ضرب واحد زائد اثنين بصير عندي سالب ثلاثة وزائد اثنين سالب واحد هنا بيكون سالب واحد هنا بيكون سالب واحد واحد وسالب واحد ايضا عندي سالب ثلاثة ضرب صفر يساوي صفر زائد اثنين هذه ما أضفناها الاثنين فبيكون عندي هنا زائد اثنين أيضاً هنا زائد اثنين بهذا الشكل عندي أيضاً سالب ثلاثة ضرب سالب واحد موجب ثلاثة سير عندي سالب في سالب موجب ثلاثة زائد اثنين يعني موجب ثلاثة زائد اثنين يساوي كم؟ خمسة إذن مكان الثلاثة هنا بيكون خمسة إذن الأزواج المرتبة اللي صارت عندي هي اثنين سالب أربعة وعندي واحد سالب واحد وعندي صفر وموجب اثنين وعندي سالب واحد وخمسة بتكون بهذا الشكل شوف اللاحظ إنما تمر بنقطة الأصل مثل ما هو أخطأ في هذه النقطة الآن إحنا سويا لتصحيح اثنين وسالب أربعة وعندي واحد وسالب واحد واحد وسالب واحد هذه النقطة هي هذه واحد سالب واحد وعندي هذه النقطة اثنين فاصلة سالب أربعة وعندي أيضا النقطة صفر واثنين وعندي النقطة الأخيرة هي سالب واحد مع الخمسة بهذا الشكل هذه هي النقاط الأربعة تقع على مستقيم واحد ولهذا نسميها معادلة خطية لوقوع هذه النقاط على نفس المستقيم نمثل أولا النقاط ثم نرسم عليهم المستقيم هذا باللون الأخضر مثال من واقع الحياة سباحة الربط بالحياة تؤثر حركة السباحة في تطوير كل الأجهزة العضوية في جسم الإنسان كالقلب والعضلات وفي دوران الدم والتنفس كما تساعد على بناء جسم سليم نشوف الآن هذا المثال يقطع سباح مسافة أربعمائة متر بمعدل مئة متر في الدقيقة إذا كانت المعادلة الفاء طبعا هي المسافة تساوي مئة ضرب نون نون الزمن تمثل المسافة التي يستطيع قطعها في نون من الدقائق بهذه السرعة فمثل الدالة بيانيا أولا هذا العدد نون يكون المدخلات مثل السين هذا نحن لنختار الدقائق طبعا قال لي نون من الدقائق والفاء طبعا تمثل الصاد المخرجات وهي المسافة نشوف الآن كيف نكون هذا الجدول الجدول لازم نكونه بطبعا المدخلات لازم تكون كلها بالموجة واحد اثنين ثلاثة أربعة ما في عندي دقائق بالسالب ولهذا رح نغير عن الأمثلة الأربعة السابقة رح نختار نقاط موجبة الخطوة الأولى اختر أي أربع قيم موجبة لنون ثم أنشئ جدول دالة رح نختار واحد واثنين وثلاثة وأربعة رح نختار نقطة واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة ثم نعوض مكان النون مئة نون يعني مئة ضرب نون مئة ضرب واحد مئة إذن المسافة مئة يعني بيصير عندي الزوج واحد ومئة عندي مئة ضرب اثنين يعطيني مئتين إذن الزوج بيصير اثنين ومئتين ثلاثة مئة ضرب ثلاثة ثلاثمئة إذن بيصير عندي الزوج ثلاثة وثلاثمئة عندي النقطة الرابعة مئة ضرب أربعة عوضنا مكان النون بأربعة يصير عندي المسافة أربعمائة متر يصير عندي أربعة الزوج مع الأربعمائة كيف نكونها الآن هذه هذه طبعاً بتكون في الربع الأول يعني ما يحتاج أن ناخذ الجزء كامل هذه دائماً بتكون في الربع الأول ما عندي أرقام سالبة في الربع الأول من المستوى الإحداثي اللاحظ عندي أرقام كبيرة يعني بدل ما ناخد واحد نقدر نقول 100 200 300 400 أو ناخد 50 50 50 100 150 200 وهكذا بهذا الشكل وطبعا عندي قيم النون ناخدها مثل ما هي هذه طبعا هي نفسها السين النون والفا هي نفسها وين الصاد نشوف الآن التمثيل هذا هو التمثيل أخذنا الزمن بالدقائق مكان السين 1 2 3 4 وأضفنا أيضا الرقم 5 احتياط وأخذنا المسافة التي يقطعها بال50 لازم تكون هذه منتظمة يعني 50 100 150 200 250 300 53 وهكذا ففي الدقيقة الواحدة يقطع 100 دقيقتين يقطع 200 في 3 دقائق 300 هذه هي النقطة الثالثة وعندي الأربعة يقطع 400 شوف الآن شان نتأكد هذه هي 400 وهنا إذا ننزل للأسفل أربعة وكذلك هنا في 3 دقائق عندي 300 هنا عندي المائتين إلى دقيقتين الدقيقة الواحدة إلى 100 متر وهكذا بهذا الشكل هو التمثيل ونلاحظ أيضا النقاط كلها على نفس المستقيم هي حل لهذه المعادلة أيضا ناخر مثال تطبيقي تحقق من فهمك وظائف تحصل ليلة على 15 ريالا عن الساعة الواحدة أجرى عملها في مشغل للخياطة والمعادلة را تساوي 15 سين تمثل عدد الريالات الرا التي تحصل عليها ليلة في سين من الساعات تمثل هذه الدالة بيانيا السين نختار قيمها قيم هذه السين طبعا نختارها ما في عندي له عدد الساعات بالسالب فنختارها 1 2 3 4 مثل ما اخترنا في المثال السابق مثال السباحة نشوف الآن هذا هو الجدول اخترنا 1 2 3 واختار لك سين طبعا سين أي عدد يعني 4 و 5 و 6 إلى ما لا نهاية فنركز على النقاط الثلاث هذه النقاط الموجودة عندي 15 سين راح اضرب هذه الساعة في عدد الريالات لأن الساعة الواحدة تحصل على 15 ريال نقول له 1 في 15 15 إذن في الساعة الواحدة تحصل على 15 ريال في الساعتين يعني 15 ضرب 2 تحصل على 30 إذن في الساعتين تحصل على 30 ريال ثلاث ساعات 15 ضرب 3 يسوي 45 تحصل على 45 ريال في ثلاث ساعات نشوف الآن هذه النقاط الثلاث الأولى اللي اخترناها طبعا نمثلها عندي النقاط الحداث الصادي 15-30 أعداد كبيرة فنقدر ناخدها مثل مثال السابق 10-20-30-40 50 إلى الخمسين ناخدها 10-10 أو 5-5 نشوف الآن الرسم الأخير هذا هو الرسم الأخير عندي كل مربعين اختاره 1-2-3 بهذا الشكل وعندي أخذ له عدد ريالات 10-20-30-40-50 نتأكد من هذه النقاط في الساعة الواحدة هذه هي في الساعة الواحدة تحصل على 15 ريال الخمسطعش تقع بين العشرة بين العشرة والعشرين وعندي في الساعة تحصل على 30 ريال واضحة هذه في ثلاث ساعات تحصل على 45 هذه هي في هذا المكان 45 ريال نوصلهم الآن راح يكونوا على نفس الخط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته